علي من بغداد علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل أخي علي ممكن أتحدث مع الشيخ الهبيب نعم معكم تفضل أخي السلام عليكم شيخنا العزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أول شيء لك سلام من القلب مني ومن صديقي عبد الأمير عادم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بك وبه اطلب منك طلب شي بسيط يعني السؤال الأول أنا أدرك في معهد المصطفى في الزحفرانية دراسات الإسلامية فدائما اللي يدرسونه في وقت هم طلاب بحث قارج يدرسون في النجاح فدائما يقولون أنه لا تسمعوا أو لا تهضروا المحاضرات أو كذا هذا السؤال فقط الطلب شيخنا العزيزاني من الضغريق مصاق بعيني اليسرح سويت له أربع عمليات وكذلك حتى راح تلخلص لبناء الزرع كرنية ويعني ما جايتوك بيها صارد منك يعني أمانة برجل تشيخنا وعذرنا على هذا كلامي أنه كل فلا تصليها يدعيلي نعم أخي علي السؤال أنك تدرس هل تسأل سماحة الشيخ خليه جوز الدراسة في هذا المحد أم لا أو ماذا السؤال بالضبط لا أنا الدراسة أدرس فقط يعني الشيوخ ليه شي يتحدثون يقولون لا تهضروا سماحة الشيخ نعم أحياكم الله للمصالح مارك الله بك الأخ علي من بغداد يدرس في معهد اسمه معهد المصطفى ويقول لماذا مشايخنا أو مشايخ اللي درسونا يهاجمونكم دائما ويمنعونه من مشاهدة سماحة الشيخ ويطلب دعاء أخواني إذا سجلتوا الاسم ابعثوا لي سماحة الشيخ أنا الحقيقة أكثر من شخص في هذه الفترة الأخيرة ينقل إلي أشياء من هذا القبيل بعضهم أيضا من طلبة الحوزات مع الأسف الشديد حتى أن أحدهم في إحدى الحوزات التي لا أريد أن أذكرها أو إحدى المدارس الدينية التي لا أريد أن أذكرها قال وقعوني على ورق أصلا يعني أنه من شروط استمراري لأنه وجدوا عندي هذا الميول أو هذه الميول أو هذا الانجذاب إليكم ومتابعتكم علموا بالأمر فكتبوني تعهد يعني أنه بعد لا التابع وممنوع عليك أنه التابع ومثلا تؤمن بهذه الأفكار أو مشاكل هذه أولا معروفة إخواني هذه حيلة العاجز والعاجزين يعني الآن شوفوا ما الذي من جملة ما يثبت أننا على حق نحن الشيعة أننا نجد مخالفين يصدرون الفتاوى الطائشة الإرهابية التي تحرم على أبنائهم متابعة الشيعة ودعاة الشيعة وقنوات الشيعة وكتب الشيعة ونحو ذلك صحيح أنه لا تتابعوهم لا تستمعون إليهم في حين لا تجد هذا عندنا يعني في المقابل لا تجد عندنا هذا يكاد يذكر يعني ما تجد أن عندنا طرحا في أنه لا تتابع القنوات البكرية مثلا يعني أو لا تتابع الدعاة البكريين بالعكس أحيانا يكون على الأقل شيئا من الترفيه يعني واحد شوي يريد يرفع عن نفسه يطلع العرعور يشوفه مثلا يعني ليش؟ لأننا واثقون أننا على حق ما نمنع أحدا من الاطلاع من المعرفة أنا ذات مرة نقلت لكم في إحدى المحاضرات قبل شهر محرم كانت على ما أتذكر ربما كان عنوانها الانفتاح الرافضي كيف؟ والانغلاق البكري أحسنتم كيف نحن منفتحون وهكذا ربنا أئمتنا عليهم والسلام قصة ذلك الرجل الذي هداه واهتدى وتشيى على يد الإمام الكاظم عليه السلام لكن الإمام الكاظم جعله ماذا ينفتح على الآخرين ويدور في مجالسهم ونواديهم وحلقات درسهم ويسمع من مالك بن أنس ويسمع من ما أدري سفيان الثوري ويسمع من آخرين قال أروح اسمع اسمع منه بعدين تعال اعرض الحديث علي أنا أفصل لك لأنه لما واحد يسمع لكل الأطراف ثم يأتي إلى أهل الحق ويبين يقارن يثبت عنده الحق بشكل آكد بشكل راكز عكس ما إذا كان ملقنا من جهة واحدة حتى لو كانت هذه الجهة جهة حق صار واضح؟ فإحنا هكذا تربينا يعني هذه طريقتنا مع الأسف الآن تجد من هم في أوساطنا يرتكبون نفس الحماقة البكرية حماقة البكرية يرتكبونها يعني أنتوا الآن تحاربوننا بأن تمنعوا طلبة العلم من الاستماع إلينا وإلى محاضراتنا تظنون أنكم بذلك يمكن أن توقفوا هذا المد الرافضي أو منهجية أهل العالم الأول هذه حماقة بصريحة العبارة يعني صراحة هذه حماقة هذه أولا لن تؤدي إلا إلى مزيد من المتابعة ولا أقل نفسيا لأنه كل ممنوع مرغوب يعني إذا تجي تمنع تقول لا تتابعت راح يروح يتابع هذا شيء معروف يعني ولذلك من المتوقع الآن وتقريبا هذا صار لما صدرت فتاوى تحريم مشاهدة الفيلم المرتقب إن شاء الله هذا معناه كل الناس راح تشوف الفيلم لأنه ليش محرم يعني إذا لازم نروح نشوفه حتى نشوف ليش محرم معروف هذا هذا شيء معروف جهل أنه أنت تصدر فتاوى التحريم في الاطلاع في المعرفة في الكذا هذا يؤدي بالناس إلى زيادة التشوق يتشوقون أكثر لرؤية هذا الحرام يريدون نشوفوا هذا الحرام شنو شنو موضوعه كله ممنوع مرغوب هذا معروف فهم هكذا يقومون مع الأسف بمثل هذه الأفعال هذه أولا تكشف عن أنهم لا قبل لهم برد ما نقول بصريح العبارة ما عندهم استعداد من جرب منهم بأن يتعاطى معنا علميا مثلا سواء على البث المباشر أو من خلال المكاتبات أو ما شاكل وجد أنه لا يمكن لا تمكن المنازلة منازلة هذا الفكر أمر صعب لا أقول أنه مستحيل المنازلة أمر صعب لأن الفكر إذا كان قويما راكزا راشدا قويا في مبادئه في متبنياته تصعب منازلته ونحسب عند الله عز وجل أن منهجيتنا هكذا الفكر الذي نطرحه والرسالة التي ندعو إليها هي هذه هي حقيقة صرفنا أعمارنا فيها في تجويدها وفي تمتينها وفي تقعيد قواعدها تأصيل أصولها بحيث لا نترك عذرا أو لا نترك شبهة فهذا أول ما ينكشف لطلبة العلم والأمر الثاني أنهم يدفعونهم فعلا وصدقا للمتابعة أكثر فأكثر ونحن مطمئنون وواثقون من أن ذلك كله لن يؤدي لا إلى انحسار هذا المنهج ولا إلى إيقاف انتشاره أو تمدده بل على العكس وقد رأينا ورأيتم طوال هذه السنوات كم حربا شنت علينا وكم جهدا بذل من أطراف خارجية بكرية أو أطراف داخلية مع الأسف من أجل الحد من انتشار هذه المنهجية وعدم توسعها لكنها يوما بعد يوم تنتشر أكثر تتوسع أكثر عدد المنضوين تحت لوائها يكبر أكثر وتحقق نجاحات أكثر فأكثر فالنصيحة لهؤلاء أنهم لا يرتكبون مثل هذه الحماقة ويترك الناس على قناعتها أنتم لستم بأوصياء على الناس هذه منهجية وإن اختلفتم أنتم معها إلا أنها منهجية على الأقل لها اجتهاداتها فبأي حق أن تتمنع طالب العلم من أن يطلع على هذه المنهجية وما تدعو إليه وأن يتابع المحاضرات التي تتبنى هذه المنهجية ويقرأ الكتب التي ألفت في هذه المنهجية لا حق لك في ذلك نحن في حوزاتنا العلمية نفخر بالحرية أصلا حوزاتنا العلمية نفخر بأن في مكتباتها كتب أهل الخلاف حتى النواصب منهم يعني لا يوجد عالم شيعي ترى لا يوجد عالم شيعي وطالب علم جاد شيعي ليس في مكتبته منهج السنة ليبن تيميانا عندي منهج السنة لازم يعني هذا شيء نعتبره جزءا أساسيا من الاطلاع من المعرفة حرية مطلقة عندنا في حوزاتنا ندرس كذلك أحيانا فقها مقارنا يعني ندرس أو لا أقل نطلع يعني على الفقه المقارن ما يقوله أهل الخلاف كذا هذه كلها مما نفخر به في حوزاتنا ما عندنا نفس الإسلوب البكري أنه محرم في الأزهر كذا كتب شيعية ممنوعة الساتذة الشيعية ممنوعين طرح العقيدة الشيعية أصلا ممنوع هذا الأمر ليس عندنا فمعقولنا أن نمارسه ضد بعضنا بعضا يعني معقول أنه نجي نحرم الطالب العلم طالب علم موجود بالنجاف في كربلا في بغداد مثل الأخ الكريم في قم في مشهد يعجبه أن يصبح من أهل العالم الأول يتبنى هذه المنهجية لا أقل يطلع على ما تقول يتابع القناة مثلا ويستمع كذا أنت بأي حق تقول استمراريتك في الحوزة مرهونة بأن لا تتابع ولا تطلع وتصبح صمهم بكم عمي فهم لا يعقلون ما يصير هذا الحجي أنت هنا تصبح وصيا علي أنت هنا تمارس إرهابا فكريا هذا من أكبر الأخطأ ترجمة نانسي قنقر